اهلا بكم معنا مرة ثانية معكم الدكتور طارع ابن حميد من ميدلرن والحقيقة النهاردة بنكمل لكتشرز الهيمتولوجي وفي موضوع الحقيقة الشيق اوه مهم اوه اللي هو الابلاستيك اليميا موضوع الابلاستيك اليميا هي كبداية كديفينيشن كده اوه الابلاستيك اليميا دي كونديشن كاركترايزد باي فيلير اوف دي بون مارو بلورو بوتينت ستم سيلز هي الستيم سيلز في البون مارو الاولية خالص بتبقى بلورو بوتينت يعني عندها القدرة تدي ثلاثة المنتز يعني في الاول بتبقى ديفرانشياتد وبعد كده بيبدأ كل واحدة تكمل في سيك ولكن البلورو بوتينت سيلز الاولانية خالص دي بتبقى تقدر تدي ار بي سيز وابلاستيك اليميا لما ديفيشن ساعتها كل واحدة بتاخد من خلال ميدياترز من عينها بيحصل تحكم وتمشي ايه في سكة معينة لكن الخلية الاولى اللي استمسل الاولى البلورو بوتينت سيلز اللي فيها المضروبة في الابلاستيك اليميا المفروض بتدي الثلاثة المنتز في النهاية ففاليير اف دي سيلز تو بروديوز بلاد المنتز اقول البلورو ان الخلايا دي تطلع بلاد المنتز زي الار بي سيز والوايد بي سيز والبليتليتز هو ده تعريف الايه الابلاستيك اليميا يبقى الابلاستيك اليميا دي كونديشن قولنا كاركترايز دي بايه فاليير اوف بون مارو فاليير ابلازيا يقولك في البون مارو بالذات الخلية المضروبة البلورو بوتينت سيمسل مش عارفة ايه تطلع الخلايا اللي هي المفروض بتخرج منها اللي هي الار بي سيز والوايد بي سيز والايه والبليتليتز اسباب الحقيقة اه تعددت الاسباب ولكن هناك سبب رئيسي سيجنيفكنت جدا لازم يتحط في الدماء اللي هو الاوتو ايميون سابريشن للهيماتو بويسيز باي تي سيل ميدياتد ميكانيزم يعني اوتو ايميون ابليزيا في البون مارو الليمفوسايتز بتتجنن وتبدأ تطلع ميدياتورز بتاعتها تأثر على الفونكشناليتي بتاعت الايه الديفولوب يعني فيه اصل ايه سيمفوني حصلة وكوردينيشن ما بين الليمفوسايتز والبون مارو ديفلوبمنت فاللي حاصل انه هو في اوتو ايميون كونديشن دي اشهر حاجة بتعمل سابريشن للهيماتو بويسيز باي تي سيل ميدياتد ميكانيزي عبقى المشكلة هنا ايه في تي سيلز مأثرة بالميدياتورز بتاعتها على الهيماتو بويسيز بروسيز بتخلي البلوروبوتنت ستم سيل دي مش عارفة تنقص مش عارفة تطلع حاجة وبالتالي تأثر على الثلاثة ألمانس بتاع البولمارو يبدأوا ايه اللي يعملوا أبليز يعني دي غالبا الكونديشن دي بتبقى في الميلز في الرجالة وفي سن حوالي الميد ايش كده او يعني اقلم الميد ايش سوري سن التلاتينات يونج ايش جروب يعني فيبقى انا عندي اول واهم سبب لأبلاستيك انيميا هو الاوتو ايميون سابريشن ايه ها للبولمارو من خلال الايه تي سيل ميدياتيد ايميون ميكانيزم دي اهم سبب فيها اسباب تانية مشهورة او معها أبليزيا في البولمارو ومعروفة لنا كلنا الادوية زي كلوران في نيكول زمان والصالفة تتاخد اندوميثاثن ممكن يعمل جولد تولبيتامايد بروبايرثايروس ايوراسيل بتاع الثيرويد ولو تفتكروا كان يقولك العيال لو قالك عندي سورس روت قوله واقف الدم نوضوع مفوش هزار لان دي بداية اجرانيولي سايتوزس او بولمارو سابريشن مع البروبايرثايروسيل اللي هو البيزيك انتي تايرويد دراج المشهور جدا فانا عندي مجموعة انتي مياتي كلوران في نيكول والصالفة انتي انفلاماتري مثل الاندوميثاثن والجولد برضو بيستخدم في علاج الروماطايد والطولبيتامايد والبروبايرثايروسيل بتاع الانتي تايرويد دراج كل دول ممكن يبقى معهم ايه بون مارو سابريشن طيب دي كمان الرادياشن للبون مارو طبعه ممكن دي عصر كيموثرابي واحد واخد سايتو توكسيك دراج بيحبط كل الخلال اللي بتتكاثر ماهو بيشتغل حاجات فيها تكاثر سريع والبون مارو برضو في تكاثر سريع فبيأثر على الدي اني بتاعه يحصل بون مارو سابريشن مشهور مع السايتو توكسيك دراج توكسيك زي البنزين او الانسيكتي سايت برضو بعضها احيانا بيعابل بون مارو أبليزيا او أبلاستيك انيمي يبقى انا عندي كأسباب هم تلاتة رئيسيين اللي هم الأوتو اوميون ايه اشهر حاجة تي سيل ميدياتي ثاني ميكانيزم الدراجز وشوفنا مجموعة دراجز ايه كله ها انتيبيوتكس انتيفلاماتري بروبيل تايراسيل مشهور او الاخير ده وثالت حاجة سوريا انا اسفة ثالت حاجة هنا الارادياشن كيموثرابي بوكسين زي البنزين انسيكتي سايت كل دي حاجات ايه ممكن تكون تروبيوت للديفلوبنت بتاع الابلاستيك انيمي ولكن اشهرها مين الاوتو اوميون سابريشن من خلال تي سيل ميدياتي ايه اميون ميكانيزم كاعراض وكلينيكال فيتشار انتظار بين هنا الايه البلوروبوتنت ستم سيل نفسها اللي هتخرج الاربسيز وطلع منها الوايد بسيز ويحصل ديفرانشييشن يعني بكده ويه البلاتلس بعد كده فايلا حصل لما دي تضرب التلات هيقل له ايحصل انيميا يحصل انفكشنز ريبيتد انفكشنز ويحصل ايه بليدينج تندنسي نتيجة نقص البلاتلس يبقى ايه دي من احد تاني سبب اخدناه للبانسايتوبينيا لو تفتكروا نادرا ما تبقى بيور ريتسل ابلازيا ممكن تبقى بس في واحدة منهم بس نادرا يعني غالبا الدامج في البون مارو بيأثر على الخلية الاولى اثر على الايه التلاتة بالنسبة الانفكشنز مشهور اوي 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 العياني يجي لك ويقول لك انا عندي بيرزيستانت سور ثروت مش راضي يخف بايعك وتبص عليها تلاقي نيكروتك ايه ألسر كده فيها نيكروتس ولكن نوباس انا رسمها مفيش صديد مفيش أصر نوباس لان الباس ده عبارة عن ايه عبارة عن ديد نيوتروفيلز وانا هنا ما عنديش نيوتروفيلز اساسا يعني ايه الباس كان ميكانيزمي بيجي منين هو ديد نيوتروفيلز ايه اللي بتدي الباس والكالر ده والمنظر ده فلما تبص تلاقي واحد بيرزيستانت ثور ثروت عنده نيكروتك ألسر وما فيش باس ابدأ فكر في ايه احتمال أبلاستيك اني ما تفرحش اول ما فيش باس اه ممكن تبقى أبليزيا وتبدأ ارجع بقى ادور بقى الدي اوتو اميون ولا دراجز وااخد ولا الرادياشن ولا كيميكالز الى اخره يبقى بيرزيستان ثور ثروت ويز نيكروتك ألسر ويز نوباس كاركتريستيك ايه لهذه الكنديشان انفيستيجيشنز لهذا المرض يعني اولا احنا اتفقنا هم اثر على البلوروبوتينس ستم سل وبالتالي التلاتة بيقلوا يبقى بانسايتوبينيا دي واحدة ايه اتاني حاجة هل الخلايا هنا كان يوتريشن في حاجة نقصة لا بد هي بس عددها ايه مضروب كالاية لو بالتالي بتنتج عدد قليل قوي من الخلايا لكن هي مفيش مثلا ايرد ناقص يمصغر حجمها ولا مثلا بي تويلف ناقص يحصل ميجالوبلاستيك فاي مجرد عددها مضروب كده بتتكسر وعددها ليل وبالتالي المين كورباسكول الفوليوم بيبقى ايه نورمل مهم ايه ادي اول واحدة ايه بناخدها نورمل كانوا صغير في الايرد فيشيسي كبير في الميجالوبلاستيك ودي نورمل في الايه ابلاستيك انيميا كودوا بالك ومجرد عدد قليل مش اكتر لكن حجمها مش هيتأثر مجرد النمبر قليل لكن مفيش حاجة لا تكبه ولا تصغير تاني حاجة مهمة او تالت حاجة ايه مهمة اللي ايه الرتيكوليستيك جاون رتيكوليستيك جاون ده بيينديكات البون مارو اكتيفتي دي الخلاقة الناشطة اللي هي بتشتغل وتفاد وتطلع ريت سيلز وبعد كده دي تمثل نشاط البون مارو يعني مثلا لو عندي هيموليسس بره تطرع البون مارو تكسير تلاقي البون مارو ده ناشط جدا عمال يطلع ايه رتيكوليستيك على امل انها تبقى اربي سيز وتخرج بس يا بقى ايه من السرعة بقى بايه ايه بيساف لقى المدى ويروح مطلعها كان رتيكوليستيك يحصل رتيكوليستيك مع الهيموليسس فتلاقي الهيموليسس شغال بره والبون مارو نار شغال حامي جدا يطرع رتيكوليستيك تلاقي رتيكوليستيك ولكن هنا البون مارو اكتيفتي دي سابريس دي خالص تلاقي رتيكوليستيك كاونت اللي هي بتدل على الاكتيفتي ونشاط البون مارو محبطة خالص ابليزيا في البون مارو تلاقيها ايه لو رتيكوليستيك كاونت ادي ايه اه هي حتة مهمة جدا كان البون مارو بايوبسي مشهور قوي انك انت تلاقي امتي بون مارو امتي يعني مش مفوش ولا خلية بس هايبوسيلر يعني لو عاوز تعبر تعبير ارقش هايبوسيلر شوفوا البون مارو دا عامل ازاي اهو شايفين مليان خلايا ازاي بون مارو شايفين دا عامل ازاي اللي فوق دا اه ازن يعني حاجة ايه بتنطق انه ايه هايبوسيلر شايفين الخلايا هنا موجودة بس قليلة جدا يعني ومعظمه فات 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 فطبعا هنا شوفوا نسبة الفات الابع قليلة ازاي اه بالنسبة للخلايا كتير هنا العكس الفات كتير فهي هايبوسيلر ار امتي بون مارو يبقى انا عندي بان سايتوبينيا اتفقنا والمين كوربوسكولر فوليوم اه 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 دي نمرة واحد نمرة اتنين كوربوسكولر فوليوم بيبقى اه 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 نورمل ريتيكليستيك كاونت واطي لان البون مارو اكتيبيتي ضعيفة رابع حاجة البون مارو بيبقى هايبوسيلر او اه امتي والفات سيلز كتير فيه وبعض الناس عدت ايس السيرام ايرن تلاقيه عالي زي تحت كده النوت دي سيرام ايرن بيبقى لانه ما بيستهلكش البون مارو اه بلاستيك فما بيستخدمش الايرن زي الوضع الطبيعي وبالتالي السيرام ايرن ايه ممكن يعلى شوية نتيجة انه ما بيستخدمش في البون مارو المفروض يطلع ويستخدم منك ما بيستخدمش يبدأ يعلى هو شوية فممكن تلاقيه slightly elevated لكن اهم حاجة ايه ان فيه pancytopenia لان البلوروبوتان سيل هي اللي مضروبة بتعمل التلاتة المينكروباسكير في فوليوم ايه نورمل الريتيكوليسيتيك تاون على عكس بقى الهيمولز هنلاقيه هنا واطي الرابع حاجة امتي بون مارو زي الرسمة اللي فوق كده رسم لكم النورمال اهيه ورسم لكم ايه او يعني فيه صورة ايه ابنورمال ايه او اللي في الابلاستيك بالنسبة للعلاج الtherapeutic options بتاعتنا اه مهم اوي طبعا نعرف البون مارو transplantation بالنسبة للحالات اللي هي خلاص ابلاستيك بون مارو خلاص ما فيهوش خلايا هتعمله ده هيموت العين فملاقاش حل غير بون مارو transplantation بتتعامل في اليونج الادلس اللي قال من سن خمسين اكتر من كده بيبقى شوية فيها صعوبة بالذات طبعا لو لقينا HLA matched siblings متقدرش تدي له ايه حاجة incompatible معها لانها يحصل ايه ايه ده autoimmune problems بالهبل لو قدنا له HLA compatible فلازل بقى HLA compatible matching دايما عينين البون مارو ابلزا يدورو لهم على حد ايه sibling يقدر يدي البون مارو ويبقى HLA compatible معه بحيث الخلايا تدخل وتدخل تستل جوه البون مارو وتبدأ تتقاصر وتملاه مرة اخرى وفيه عينين كتير بيستجيبوا لها فيه حاجة اسمها حاجة حديثة والحقيقة يعني رائعة في الكنسبت بتاعها الانتي تايموسايت جلوبيل ده فكريته ايه فكريته ان مش انا مشكلتي قولنا ان التليمفوسايت بطلع مدييتوس معانا بتأثر على الفونكشن بتاع التروبوتين ستيم سيل دي يعني من خلال التليمفوسايت فيها لا فالانتي تايموسايت جلوبيل ده بالمديولات ويأثر على التليمفوسايت من اسم انتي تايموسايت ايه جلوبيل اللي هي انت عارفين اللي لمفوسايت بتبقى بالثايموس ايه سوري بالثايموس جلاند فهو الثايموسايت دي اللي هي الاللي بريكيرس بتاع الليمفوسايت فبيجي الانتي تايموسايت جلوبيل ده بيأثر على الليمفوسيتي فونكشن ويقلل الاوتو اميون دامج اللي حاصل كاوتو اميون كونديشن ندي سايتو توكسيك ومعها كورتيكوستيرويز الكمبينيشن ده الاخران ده ليه تايموسايت السيروم سيكنيس اللي ممكن يحصل نتيجة انتي تايموسايت جلوبيل ده انت مدي بروتين يعني انت مدي عاجة ممكن تعمل السيروم سيكنيس بالهبل فلازم الانتي تايموسايت جلوبيل لو هتقول لو حد يسألك تحب تدي معا ايه كورتيكوستيرويز عشان نمنع حدوث السيروم سيكنيس يبقى انا عندي بولمارو ترانس بلانتيشن اهم حاجة لان ما فيش بقى هتديله ايرن بيتول ما هيعمل بايه البولمارو فلازم تبقى تبقى تاني في بعض الحالات او اني جرب الانتي تايموسايت جلوبيل اللي معاها سايتو تاكسيك من خلال الليمفوسايت لان هي اساس المشكلة في المست common abnormality اللي هي الوتوميون ميدياتد الليمفوسايت مجننة وبتعمل ميدياترز غريبة بتأثر على الفونكشن بتاع البولمارو سيلز فالانتي تايموسايت جلوبيل ده يعني حاجة عظيمة لانه لو تلاحق العيال ممكن يعمل نتيجة كويسة ممكن تتاخد في الريفراكتور لو عملنا والحالة مفيش مش بتستجيب ممكن نعلي بقى شوية بتاع الـ وندخل على حاجة أقوى بعض الفيزيشن بيجربوا في نسبة تستجيب لشوية أندروجين تستيميوليط البولمارو انتو عارفين الميل بيبقى عنده الاربسيز أعلى شوية من الفيميل بسبب الاندروجين بتستيميوليط البولمارو اكتيفيتي شوية فإيه اللي حاصل إنه هو الناس ممكن إيه تستخدم في بعض حالات البولمارو اكتيفيتي وطبعاً ستوب أي أوفيندنج دراج أو ميكا الاميدي يعني دي أول حاجة المفروض نفكر فيها قبل ما ندخل على كونس بولمارو إنه وقعد بياخد دواء وبقى في الدواء يعني قبل ما نبدأ نتكلم منضيع وقتنا ستوب أوفيندنج ميديكيشن يعني الصراحة أي دي يعني المفروض تبقى الاول يعني زي المفروض والانتي تايميتيات غلوبيلين والسايكلوفوسفامايد ولكن لو تقول لي إيه أهم حاجة تاخدوا بالكم منها إن لو في قوز ريفيرس ممكن يتلحق وقف هذا الدواء اميديات دي أو الكيميكال دي أهم حاجة في العلاج بالنسبة لل الادوية أو ولكن الأوتو أميون اللي هي المست الانتي تايميتيات غلوبيلين والمجموعة دي والمرو في النهاية وممكن سايكلوفوسفامايد كل دي بتستخدم في علاج واتفقنا لأن في أوتو أميون فاكتور في الباثوجينيس إيه بتاعها بالنسبة إذا ذكرنا الأبلاستيك أليمي في حاجة يعني فيتال ممكن لازم تذكر معها اللواهية يقول لك يعني 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 فاكسينز للبيشينز with bone marrow a failure إنتو عارفين فاكسينز كذا نوع في حاجات بتبقى حاجات دد وفي live vaccines في أنواع معينة منها never give live vaccines لواحد with bone marrow failure لأن ده هيحصل devastating infection بالأ بالأرجانيزم الفيرل اللي انت مديه أو كده أو طالما live vaccine دي مشكلة كبيرة جدا في الحالات فأي عيال عنده aplastik anemia هي الرسمة قدامنا never give live vaccine لهم لازم الأرجانيزم يبقى كل لأن otherwise لو live vaccine ومديه عنده aplasia للبولمرو يحصل overwhelming fatal infections معها بالنسبة لل differential دايما البن سايتوبينا لها خاصية كده دايما الناس تحب تشوف differential بتاعها ذكرنا B12 والفوليت لأنه بيأثر على DNA والدين يأثر على الثلاث خلايا من كده ذكرناها وقلنا هيعمل pancytopenia البولمرو infiltration بmalignancy بكذا ممكن برضو يأثر مش هيئفرق من خلايا دي وخلايا ده فيه infiltration بmalignancy أو غيره فده هيأثر على الثلاث elements يعمل pancytopenia البولمرو aplesia أو بولمرو failure اللي هي autoimmune أو secondary toxic أو drug بالذات هيأثر على الخلايا حاجة بتبوز الفنكشنال اللي بتاع البولمرو ده autoimmune apelastic anemia دي وبالتالي هيأثر على الخلايا التلاتة لأنها بتضرب pluripotent stem cell في الأغلى systemic lupus أخدناها في lupus في الليكتشر تاع systemic lupus إنه ممكن تكسر الخلايا بره وممكن تضرب pluripotent stem cell نفسها وتعمل apelastic anemia paroxysmal nocturnal hemoglobinuria condition هناخدها related للcomplement وهنشرحها بالتفصيل في الhemolytic anemia اللي بيحصل والعيان نايم بيحصل شوية hypoventilation مش بيتنفس بنفس ده فيحصل CO2 level على السنة السنة بتعمل شوية acidosis بتأثر على الcomplement وتعمل hemolysis جامد قوي بس الدفكت مش موجود بس في الاربسيس الدفكت في بروتين اللي عامل الاتاكس دي بيبقى موجود الاربسيس ويت بيسيس بليتلس زي ما نشرح فبتأثر على التلاتة يقوم يحصل pancytopenia فيها عشان بتحصل بالليه لما بقى نايم CO2 يعلى الاسيدوزيس دي البسيطة بتأثر فبقت paroxysmal هي الاتاكس لما لها فمش في كل وقت لما البي اتش اي ال او الاسيدوزيس تزيد سنة نكتورنا لانه ولا نايم هيموجلوبينوريا لان الخلال اللي بتكسر دي بيطلع هيموجلوبين كتير اه وممكن ينزل منه البعض في اليورين ويعمل هيموجلوبينوريا زي ما هنشوف فولكن الكنسبت بتاعها ان الدفكتف بروتين اللي موجود وهنشوفه بالتفصيل في البروكزيزم النكتور هيموجلوبينوريا موجود في الثلاثة elements بتاع البولمر الاربيسيز وايد بيسي سبليتل عشان كده لما بيدرب اه بتأثر 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 بتعمل بانسايتوبينيا هايبر سبلينيز من سبلين مجان انه عمال يأكل الخلايا هيفرق امامه وبيأكل وخلاص اللي قدام اربيسيز وايد بيسي سبليتل هيكسرها ويكلها فالهايبر سبلينيز ممكن يعمل ايه بردك ايه بانسايتوبينيا يبقى سواء بي 12 deficiency في فوليت او بولمر انفلتريشن بلاستيك انيميا بولمر او اللوبس دارب البلوروبوتن سيلز او باروكزيز مالنكتورن الهيموجلوبينوريا بتكسر الخلايا كلها وتعمل هيموجلوبينوريا والتأثير في التلاتة او هايبر سبلينيز بيأكل كل الانواع اللي قدامه مش مفرق واجعان بقى ما بقى ما يفرقش اللي موجود يأكله ها فبقى ربسيز واطيا ويبسيز بانسايتوبينيا كل دي من ضمن الديفرينشال دياجنوزز بتاعة الايه البانسايتوبينيا ويبقى كده احنا خلصنا القصص اللي بتاعة الابلاستيك انيميا وشوفنا نقص في الثلاثة elements كل ده اخدناه في الابلاستيك انيميا وان شاء الله هنكمل موضعات الهيمياتولوجي في الليكتشورز الجاية بإذن الله شكرا